كيف وعدناكم مستمعين مستمعتنا كل يوم معلومة قانونية جديدة وليوم غدي نوصله في معلومات اللي كتعلق بالعقار سبق واتكلمنا لشراء عقار بالتنازل وصعوبات اللي كتواجه المشتري أو المقتني فيما بعد اليوم معلومة جديدة كتتعلق بالعقار دكتور أهلا وسهلا أهلا بك مرحبا نعود للموضوع العقار ونبين شوية للناس حيث أخذ كل أمية غالبة علينا الأمية العامة ولكن نحن ندبزه باش ما تكونش الأمية القانونية ولو الإنسان ما يكونش مشار مدراسة وكعارف يقرأ وكعارف يكتب ولكن يعرف بعض الحقوق جالي والواجيبات وتحاولون نبسطوها باش ما يتشمتش باش ما يتغفلش باش ما يتضحكش عليه وباش أيضا يواجه الواجبات دياله ويكون في مستوى المواطن ولو ما يكونش مشار مدراسة اليوم بغيت نتكلم على العقار العقار فيه بزاف ديال المشاكل وبغيت نقول للمستمعين ديالنا بإن العقار فيه نوعين اليوم بغيت نتكلم على واحد المعلومة وجيزة اللي بغيتكم تحطوها كيف سنقولوا هذوك حلقة فدنيكم وتعقلوا عليها مزيان وتركزوا عليها مزيان العقار نوعان عقار محفظ وعقار غير محفظ وطبعا بيتكم تعرفوا شنوى العقار العقار وهو نعطيكم أمثلة حي التعريف القانوني يمكن يكون شوية صعيب الفهم طبعا تبعنا لك ننظر مع الناس لبسات نعطيكم أمثلة ديال العقار العقار هي أرض العقار هي شقة العقار هي الدر بلدية العقار هي عمارة العقار هي ضيعة هدوما العقارات العقار هي بيت العقار هي واحد المساحة العقار هو واحد المحل مبني هذا كله مع عقارات هذا العقار إلاك ندخل المحافظة ما معنى دخل المحافظة يعني هادك السيد اللي كيملكو ندخلو المحافظة مقيدو في المحافظة كي تسمى محفظ إلاك المحفظ باش نعرفو باش محفظو لا لا هادك السيد اللي غادي بعلدك العقار تنقلو اللي يخلك واش عندك رقم الرسم العقاري كيعطيني رقم الرسم كمشي نبدأك رقم المحافظة أو اليوم غير عبر الهاتف النقالي لك الهاتف ذكي أو الحسوب تيمكنين نخرج شهادة الملكية وطبعا خصنا يكون عندنا وسيلة الأداء إلكترونية أيضا يعني يمكنين نخلص عن طريق الانترنت مية درهم للمصاريف ديال شهادة الملكية إذن منك يعطيني رقم ديل الرسم العقاري كمشي الموقع ديل المحافظة العقارية وتندخل الرقم ديل هذا الرسم العقاري في ديك الصفحة اللي غادي نطلب فيها شهادة الملكية وتندخل الصمية درهم وتنطبع شهادة الملكية دي وهي اللي كتحكم في الوضعية القانونية للعقار إذن ذاك السمية اللي كتلقاها تمكي ملك العقار هي المالك إذن كنقارن هذك السيد اللي غيبيعلي ولا غان نهضر معه ولا غيبيعبعلي ولا غان نشاور معه ولا كيقولك أنا أمو الأرض كنشووش كين اسميتو لقيت السميتو ما عندنا مش مشكل ما لقيت السميتو إذن رماشي هو اللي كيملك إنت نقول الله كترخيرك إنت هذن بردك تتكلم معي ركما يشي المالك العقار أشنو استفادتك بشك تتكلم ألا الشي أنا أنا أولدختها هي اللي كتملك العقارية كتمرك هنا فاطيمة وأنا أولدختها والطيء الله يجزيك بخير خصني وكالة باش تتكلم معي إن هذا ما شير موضوع ديالي أنا الموضوع ديالي اليوم ماشي الوكالة ولكن الموضوع ديالي منيجبتش هذة الملكية ولقى فيها فاطيمة رأى وخان أعطيها الفلوس ونديل نويها العقد القانوني اللي عند المحامين قبل دم حكمة النقد أو الموثق أو العدول هذو ثلاثة اللي كيدل العقار لنكلهم يبيعو ويشريو كيدل العقود ديالبيعو وشريد العقار وخان أعطيه الفلوس لكلمون العقار وخان أعطيني سويرتات وخان أعطيهم الشقة ونشد عليها داري ونقلت فيها خمس سنين وست سنين وسبع سنين ونخلص الماء ونخلص الدو وخان يكون الماء ودهو في سميتي نفريد أنها دارت الماء ودهو في سميتي رامحت سميتي ما زال ما دخلتهاش للمحافظة ذاكرا عقدي بشريت ما دخلتوش للمحافظة يعني مشيت سجلت عليه خلص الحقوق ديال تسجيل واجبت سجيل واجبتو المحافظة ولقيت شهادات الملكية فيها سميتي مقيدة ما حد ما دخلت هذه العملية راني ما زال ما كان ملكش العقار ولو انجلس فيه عشرين عام هذا العقار المحافظ إذ نردو بلكم راه ما شيتمشين عند المنعيش العقاري وتعطي الفلوس وتعطي الفلوس وتعطي الفلوس ويكمل معك العقد ويسالي الأمور ويعطيك سوارت وتسلمتي الشقة ودخلتي الدارك ودرتي تغييرات وقادتي وتصوتي الردوية ودرتي دك شي اللي بغيتي وقلستي فيها وانشرتي الحويج ووصلتي الزراع في السطح وقلستي شهور وسينين إلا ما دخلتش سميتي للمحافظة راه ما زال ما كتملكش وضحة الفكرة واضحة عقار محفظ سميتي خساد تدخل للمحافظة ومجبتش هادات الملكية والقسمية دي مكتوبة عادنا عفر رسيل أني كان ملك العقار إلا ما دخلت سميتي للمحافظة راني ما زال ما كان مكتل عقار راني فقط عندي فلوس عطيتها لواحد سيد كان عين المقابل دي لها هي الملكية دي الدار اللي خساد تحولي في ميتي وباش تتحولها لميلكية وباش نسمح مالك تدخل سميتي للمحافظة تمناها هذه المعلومة تكون بسيطة وتفيد يعني الناس يعرفوا واحد اليوم ما زال كان تحوف هاد المشكل الانسان تيدخل في الدار وتيقلس وما زال ما عندوش الرسمة عقار في سميتي مازال ما حفظش وتيظن بأنه سافرة خلص الفلوس ورا شراء الشقة اللي نخلص ورث ورث فيها وده الموضو ونكررها حتى تدخل سميتي لمحافظة واضح شكرا دكتور إذن شريتوا عقار محافظ إلا ما دخلتوش لإسم ديلكم للمحافظة وكأنكم ما شريتوا حتى شي عقار